خلينا نشوف طاقتكم هاي الفترة كيف رح تكون عاملة. شو اكتر اشي عم بتركزوا عليه. وافكاركم افعالكم. شو طاقتكم بشكل عام هاي الفترة. اهى انتصارات. في عندك انتصارين اتنين على شخصين. وممكن يكون على صعيدين. ممكن يكون على الصعيد العملي وعلى الصعيد العاطفي. فانت كنت من زمان عم تستنى هذا الانتصار وكنت اه يعني زي كان مؤجل. اه ولكن بشوفه عم بيصير هاي الفترة. فحلو كتير. ازا نخلينا نشوف. شو نخبيلنا الورق هاي الفترة. كتير حلو. برج الميزان هاي السنة يعني شهر حلو الشهر اللي بعد ولا. الشهر الحلو شهر بعد ولا. خلينا نشوف هاي الفترة ان شاء الله تكون حلوة. بينا من الورق انه في امور حلوة. او اغلب الامور حلوة. شايفي يا برج الميزان يا حبيبي عندك اه نهاية اه فترة سيئة خلينا نقول. اه كانت مليئة بال بالحزن كان فيها كان فيها ارق كان فيها تعب. كان فيها حتى تعب جسدي. اه عم بيكون نهاية لهاي الفترة الحزينة وبداية جديدة رح تكون على العكس تماما خلينا نقول او فيها كل مقومات السعادة والانتصارات والفرح. شايفيتك كتير مبسوط هاي اه الفترة. شايفي فيه شخص عندك اه موجود عم بيخبي اسرار. عم بيكون هو بحياتك اه مرتبط انت فيه ارتباط اه كبير. اه لكن هذا الشخص عم بيخبي اه امور. يمكن يكون على الصعيد العملي ممكن. شخص اه اه عم بتطلع عليك بعين الحسد. عم بيحكي عليك من وراك. اه شخص اه ممكن يكون اه ترابي او هوائي مثلك. او حتى تمائي. اه هذا الشخص عم بيحكي شغلات يعني غلط. شغلات كذب. خلينا نقول. اه وانت شايفيتك منتصر عليه من بعد ما سبب لك اه ارق. ممكن يكون على الصعيد العاطفي. هذا الشخص كان اه كتير غامض. كتير اه عم بيكون اه بالفترة الماضية. عم بيخفي امور. اه مثل علاقة ثالثة. مثل اه اي امور اه تانية. ولكني عم بشوفك عم تحرز اه انتصار على هذا الشخص. عم تستشفي من طاقات سلبية يمكن من ادكشن معين. ممكن يكون هذا الادكشن هو حب هذا اه الشخص. وعم بشوف الامور بت بتمر على نجاح. اه عم تستشفي فعلا من هذا الموضوع. شايف فيه بالعمل فيه رزقة حلوة جيتك. اما من شغل انت اه يعني اشتغلت عليه لك فترة. او انه اه ممكن تكون تطور في العمل معين. اه ممكن تكون فرصة جديدة للناس اللي ما عندهم شغل او حتى للي عندهم شغل فرصة جديدة كتير اه حلوة عم بتكون. اه عم يوصلك اخبار كتير حلوة. اه عن موضوع الو علاقة بدراسة بعثة منحة. اه ازا كنت عم بتفكر بهذا الموضوع عم بت بتوصلك متل موافقات او تطمينات اه بالنسبة لهذا الموضوع. شايف فيه نوع من الكارمة او نوع من الججمنت رح يصير. اه رح تاخد اه حقك اللي قلنا في شخص اه ظلمك في شخص ستعد عليك. اه ان كان على الصعيد العاطفي او على الصعيد المهني. اه عم تاخد حقك منه وتكون كتير مبسوط ومبهور يعني بالنتيجة. اه غير متوقعة ما كنت تتوقعها لا الوقت ولا المكان ولا الزمان كنت تتوقع انه تاخد حقك بهاي الطريقة. ولكن الحمد لله عم تاخد حقك بي اه عم بتكون كتير مبسوط. عم بشوفك اه فقدت الامل في شخص معين فقدت الامل في اه في شخص كنت معتمد عليه بشكل كبير يمكن هو هذا الشخص اه نفسه. الورقة طلعت اه مقلوبة فشايفة شوي فقدت الامل او اه ولكن في انتصار على هذا اه الشخص. هذا بشكل العام. الطاقات اللي مبيني اكتريتها اه في عندنا طبعا قوس. اه في ميزان في اه ابراج هوائية كتيرة. في ابراج نارية. وفي شوي مائية. لا في مائية. على الاغلب. هذا بشكل عام. وشايفة في اه عملية او اه لايلك لا حدا قريب من عندك اه عملية ممكن تكون عملية تجميل او غير تجميل. اه عم بتمر على خير وعم يتشافى هذا الشخص او عم بيكون اه في حالة صحية او انت ممكن تكون اه في حالة صحية افضل. عم بيصير فيه تطور لهذا الموضوع. اذا برج الميزان بشكل عام وراء حلو. شوف الناحية العطفية اكتر. اه. في استشفاء. في كان عندك طاقة اه سلبية. في استشفاء رائع. يعني هاي الفترة رح يتم. في شايفة حب كبير. عم بتبلور حب اه بينك وبين الشخص المقابل. اه في تقارب اكتر. في هاي العلاقة عم تتطور اه اكتر. في توضيحات عم بتصير من الطرف الاخر او حتى منك اه عم بتكشفوا اوراق لبعض او عم بتقربوا من من بعض بطريقة كتير جميلة. اه عم بيكون بناتكم تواصل رحاني رائع جدا. انت انت وهذا اه الشخص. عم بشوف المناوشات وال اه النكد اللي كان حاصل المشاكل عم تنتهي لانو الورقة. الورقة مقلوبة. شايفيتك اكتر صرت اه متأكد من الطرف الاخر. اه رح يأكد لك رح يعني يعني يبعت لك متل اه من بعد التوتر اللي كان حاصل اللي كان مبين عنا بالورق اللي قبل شوي. اه مبين من بعد ما كنت اه خايف. اه في وراك اه هون مبين بالصورة زي ما انتو شايفين. اه في وراك واقعة او الكرسي اللي انت قاعد عليه مش ثابت. اه فبما انه طلع مقلوب فعم بيكون العكس. المعنى عم بتكون شوي شوي اجرك تثبت شوي شوي العلاقة اه تكون ثابتة. انا شايفيتها ترسيم للعلاقة اكتر. اه شايف في طرف اخر في طرف تالت متربص عم بتراقب من بعيد ولكن ما في من وراشر لانو عم بشوف هاي العلاقة اللي بينك وبين الشريك عم تتتوج زي ما انتو شايفين هون يعني اه متل رح تكبروا سوا متل رح اه تكونوا اه مع بعض طول الوقت. عم بشوف كمان في وفرة مالية عندكم اه في المستقبل فكتير بالنسبة للوضع العاطفي لبرج الميزان كتير حلو هذا الشهر. خلينا نشوف عقلك الباطن يا برج الميزان هذا الشهر على شو اكتر شي عم بتركز على شو عم بتكون شاغل بالك. اه. كتير حلو. هون مبين انه عجلة الحظ. عجلة الحظ اه رح تكون معاك اه اه او ممكن يكون هذا الموضوع متل بتلف اللفة في كارما رح تحصل عليها اه اه في اموال ممكن تحصل عليها كل الشوائب اللي كانت في عقلك الباطن الهواجس المخاوف الاوهام رح شوي شوي تتخلص منها هاي الفترة رح تتلاشى في نهاية الفترة رح تلاقي حالك يعني قاعد فوق عم تضحك على حالك انه انا شو شو كنت عم بفكر يعني شو كنت عم بخاف من شو يعني بتستغرب من نفسك. اه فشايف كارت كتير حلو. شوفهم اذا في تحذيرات مثلا لبرج الميزان او. واو. اه مبين عندي مثل بستان خضار اوراق عم تزهر اه تزهر اه اه ورود اه شايفة يعني في اشي مسمر عم تعمله. اما العلاقة العاطفية عم بتعطي نتائجها من بعد صبر كبير على الحبيب عم تلقط النتائج تتلقط بالنتائج اه اه او انه يكون اه مشروع انت بلشت فيه بالاديما وعم اه واخيرا عم تحصل على النتائج. لكن انا شايفة هذا الكارت عاطفي اكتر. يعني ممكن يكون العلاقة العاطفية هي نفسها اه راح تتطور او راح اه من بعد اه ما كانت اه مثل الورد الدبلاني او كزا اه راح لأ راح يصير فيه اكشنز بالعلاقة. راح يصير فيه وعود من اه الطرف الاخر. راح يصير فيه ترسيم ممكن للعلاقة. اها بيقولك الفترة الجاي راح يكون فيه اه فيه شخص قريب منك كتير كبير بالعمر. اه هذا الشخص اه تقريبا من ابراج خلينا نقول اما ترابية او نارية. ممكن مائية. اه هذا الشخص راح يساعدك كتير بالمشوار بالفترة الجاي. ممكن اه كتير معقول يكون على الصعيد العملي. اه 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 اكون متشبث في هذا الشخص وكون اه خلينا نقول على علاقة طيبة في هذا الشخص لانه راح يساعدك اما في اه يعني فرصة عمل جديدة او بالعمل او حتى بالعاطفة ممكن يكون هو شخص حكيم انت بتستعين فيه بكتير امور. اذا برج الميزان شو يطلع لنا هون. عم تهتم كتير يبرج الميزان دا ما مطلع لي هذا الكرت لإلك او شبهه. اه 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 اعم بتحاول هاي الفترة تعمل مثل اه تطلع اه 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 اام اه اام تهتم عم بتكون في عمليات تجميل كتير رائعة واهتمام بالبشرة أو الجسم عم تهتم بمظهرك كتير هاي الفترة وعم بتكون عن جد محط الأنظار طبعا كالعادة برج الميزان فعم بتكون محط الأنظار بهاي الفترة خاصة الأشخاص اللي ما عندهم حدا في حياتهم كتير معقول انه يدخل حياتهم حدا كتير قوي صاحب سلطة شخص مناسب على الصعيد العاطفي أو هو كمعجب أنا بشوفه فهذا الشخص معقول كتير يكون برجه مائي مثلا فلولو لو نوجد هذا الشخص حواليك أعطيه فرصة خلينا نشوف كمان لبرج الميزان في موضوع يعني في وفرة مالية في موضوع رح يحطي نتائجه زي ما قلنا قبل شوي هذا تأكيد كمان ممكن تكون العلاقة العاطفية في ناس كتير رح يفرحو لكم وفي ناس كتير لا ما رح يفرحو لكم أبدا بتطور العلاقة أو بالزواج أو كذا رح يكون في عيون كتير فانتبهوا larقيلة الهوض원 على رحل الهضة